السلام عليكم وعيدكم ومبارك يا شباب كيف الحال؟ صراحة أنا بدي إياكم تنسوا سماعات الـ Airpods من أبل والشركات الثانية لأن بلكن داخلي بقوة كبيرة بسماعات سعرة جدا ممتازة وجودتك كمان جدا ممتازة من حيث الصوت والعزل فعليا أتحداك تلاقي شركة ثانية بتقدم لك نفس الميزات بالأسعار اللي عم تقدم لك إياها بلكن طبعا رحلو الأسعار بعد ما نتكلم عن الميزات اللي بتحصل عليها بهذه السماعتين اليوم في عنا سماعة الساوند فورم موشن والساوند فورم فلو من بلكن هذو السماعتين بيتشاركوا كتير من الميزات نفسهم تقريبا مع هذا شغلة واحدة اللي هي الـ ANC رح نتكلم بالتفصيل هلا أولا بالنسبة للتصميم فالعليبتين نفس الشكل بيدعموا الـ Type-C والشحن الـ Wireless على بشوي حجم أكبر من العادة من السماعات الثانية مصنوعين من البلاستيك نتمنى انه يكون مصنوعين من شيء أقوى لكن صراحة السعر ببرر لهم هذا الشيء وطبعا البلاستيك هذا يستقبل خدوش بسهولة خلال استخدام اليومي لكن اختار اللون الأبيض ممكن تخفي الخدوش بشكل أفضل من اللون الأسود واللون بيكون معتب من بره لكن من جوه نوع الجلوسي أو اللماع وطبعا تصميمه هو التصميم الكلاسيكي تبع الـ Airpods مع الـ AirTip اللي هي ممكن تغيرها بعدة أحجام نأتي بقى على المهم اللي هو الصوت والتحدث جودة الصوت في هدوث السماعتين صراحة ممتازين لأنه تنتين فيهم 12 مليمتر درايفرز لكن سماعات الفلو اللي هنن أحسن فيهم درايفرز شوي محسنين من حيث الـ Bayes وبعض الأشياء الثانية فبتخلي تجربة الصوت عليهم أحسن على حوالي 10-15% فكجودة الصوت سماعات الموشن تعتبر جيدة جدا وسماعات الفلو تعتبر ممتازة الآن بالنسبة للعزل السماعتين فيهم Noise Cancellation لكن الموشن فيه ENC Environmental Noise Cancellation اللي هو بيعزلك معظم الأصوات بدون ما يدخل الـ Processing فيهم بينما هذا بيعزلك كل الأصوات بشكل أقوى لأنه فيه Active Noise Cancellation فيه مايكروفون زيادة بلتقط لك الأصوات وبيشيل تقريبا كل الأصوات التي تحتاجها وعنتج بصراحة هدول جدا ممتازات لأي حدا بده فعلا عزل الصوت حقيقي وبضيف أنه بيخلي علو الصوت أفضل بهدول السماعات عن هدول لكن ما منستخف بالـ 12 مليمتر درايفرز اللي هون لساتهم ممتازين كعلو صوت وبالنسبة لمايكروفونات فالسماعتين فيهم نفس الشيء أربع مايكروفونات وهذا الشيء بيخلي جودة التحدث مع الناس صافية وممتازة جدا وبالنسبة للبطارية فالسماعات الموشن بيطول شوي أكتر اللي هو 33 ساعة عن سماعات الفلو اللي هو 31 ساعة أعتقد هذا الشيء بسبب الـ Processing الزيادة لتعمله سماعات الفلو اللي هو الـ ANC ففي الفلو في عندك سبع ساعات للسماعات نفسهم و24 ساعة من الكيس وهم في عندك 9 ساعات للسماعات نفسهم و24 ساعة من الكيس وطبعا ذكرنا الكيسين بيشحن Wireless Charging وعن طريق USB Type-C إذا تشحنت لمدة 10 دقائق بتحصل لمدة ساعة استخدام وإذا حبيت تفللهم مدة تشحن ساعتين الآن بالنسبة للإستخدام صراحة فيه أدفانتاج حلو بسماعات الفلو اللي هو ممكن توصله على الـ Apple Sound Form الموجود على الموبايل وهذا الشيء بيعطيك EQ Presets وتحكم أكتر فيهم وكمان فيك تغير أنواع الـ ANC الموجودة فيه بين أنك تخلي الصوت يدخل لجوه أو تخليه تعزله كامل أو تحدد نسبة العزل اللي بدك إياها على كيفك ففي كتير أشياء ممكن تخصصها هدو السماعات فيهم تخصيص لكن بسيط جداً اللي هو EQ فيه ثلاثة مودز عن طريق كبسة السماعات بتتحكم فيهم وما بتقدر تتحكم عن طريق الـ Up وعلى سيطة التحكم السماعتين فيهم طرق تحكم جداً ممتازة نفسهم تقريباً بتكبس مرة بتعمل بوز تكبس مرتين تغير المقطع فصراحة جداً ممتاز التحكم فيهم حتى بيكون مكتوب هون لما بدك ترد شو تكبسوا هالأشياء فكتير سهل كمان تعرف شو الاختصارات طبعاً السماعتين بيستخدموا بلوتوث 5.2 على مدى 10 متر والسماعتين مضغطين للماء بمعيار IPX5 لكن هنن غير مضغطين للغبار وهذا الشيء يعني ما فيك تروح البحر فيهم لكن فيك تلعب رياضة مثلاً ممكن يعني في المسبح تمشي فيهم دم المسوح هالأشياء بس ما فيك تسبح فيهم فعلياً لانه بس 5 متر يعني وعلى عموم صراحة السماعات جداً ممتازات لأي حدا بده شي بجت جداً وحتى أعطيكم تقييم النهائي لهذه السماعات لازم أول شيء أعطيكم سعرهم الموشن سعره 115 درهم حالية على amazon.ae والفلو سعره 150 درهم وصراحة مقابل هيك سعر جودة السماعات جداً جداً ممتازة مع هذا الكيس اللي هكيناه لكن هذا الشيء بيفسر سعراً رخيص سماعات الفلو بالذات صراحةً بعتبرهم خرافيات مقابل السعر لأنه صوتهم جداً ممتاز والباس جداً قوي والعزلهم جداً ممتاز لأنه فيهم ANC بعتبرهم سماعات متكاملية مقابل السعر وما بتحتاج يمكن شيء أغلى من هدول إذا أنت من أشخاص اللي بدور على هدول ميزات وبينما الموشن فيهم كل شي معادة ANC وصلتهم شوي أخف لكن فعلياً أنا فيني أكتفي فيهم إذا ميزانيتك محدودة 115 درهم بس يا بلاش على هيك سماعات وبس لينكات كل شي رح تلاقيهم في الديسكريبشن تابعنا في موقع التواصل اجتماعي ومع السلامة